ايه ازايكم يا شباب? معكم حلقة جديدة مع ايسي تيوب جيمينج. النهاردة هنلعب لعبة اه كلاشوف كلان. وطبعا قبل ما ابتدي الجيم احب اوجه طبعا انا بشكر الاول ربنا وبعد كده بشكر حمزة. بوجه له التحية برضو اللي هو ساعدني في لعبة كلاشوف كلان لان انا كنت لانستها خالص فقط الزاكرة كنت بقى لي فترة وبطلتها والحمد لله زي ما انتم شايفين القرية بقت حاجة جامدة يا شباب. المهم هو الحاجات اللي انا هوضحها لكم. قال لي طور الالكزيرات في الاول. واطور اللي هو المناجم الدهب دي ولا ما عرفش بتاعت الدهب دي. استنى عملوك على زوم. يعني اطور الالكزيرات دي زي ما انتم شايفينها خارطها المستوى ستة. وانا لسه القرية بتاعتي او المدينة لسه في مستوى تلاتة. وبحاول اوصلها الاربعة. ولسه الدفاعات والحاجات دي ما طورتوهاش. بس الحمد لله شغالة يعني بس طورت الجدار زي ما انتم شايفينه. والقرية بقيت حاجة جامدة يعني وقرب لكم زوم تاني على على الدهب بصوا بقى. طبعا زي ما انتم شايفين الدهب اهو. الله اكبر الله اكبر. شاش حسد يا شباب ماشي. زي ما انتم شايفين الدهب وصل للمكس بتاعه بالنسبة لي. يعني حاجة على قد يعني. فالمهم الحمد لله وصلته. طبعا انا عمال شغالين اهو. اللي ما بيشتغلش بصوا. فجمعت هول جلد. عندي جلد احوار سبا اربعين الف وواحد تلاتين الاجزارات تمام? واحد تلاتين الف شغال. واستخدمت البيع على فكرة اللي انا ابني في المعمل عشان ما اتأخرت في في البونة بتاعه. وبعد كده ليت حمزة. قال لي اكمل ومش عارفه وبتاع. فقلت لأ بقى فقلت ايه? لازم ابني المعمل ده. وبالمناسبة انا دخلت في الكلان ده اللي هو اللي اسمه اراك موديل طبعا الكلان مية وطبعا اللي مزك الكلان هو حمزة. ونشوف القبيلة بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفينها. قبيلة زي العسل والقائد بتاعنا المحترم. حمزة اهو. هنشوف بقى نخش بقى زيارة. هنخش نحسده شوية. الله عليك يا حمزة. ده هنقطع الجيب حد عسك يا حمزة. اول مكبر يا حمزة. لابا ازا. فالمستوى بتاعه ما شاء الله يعني ربنا يزيدك. طبعا بالنسبة له لسه حاجة. فدي كرية حمزة. دي مش كرية يا عم ده. دي دي. مش عارف اقول اي حاجة. فالمهم ده بالنسبة لحمزة او بالمناسبة حابيت اقول لكم حمزة عنده قناة على اليوتيوب هو بينزل برضو تصاميم عجبتني. تصاميم اه للمدينة تصاميم جميلة وبتاعه حينزل فيديوهات جديدة. فلو عجبكم القناة بتاعته وتشتركوا في قناته. وبإذن الله تبقى حاجة جامدة يعني. فالمهم انا الحمد لله هرجع تاني العودة للصفحة بتاعته وكان في الاخ يوسف بيقول لي تبقى تنزل قريتي او بتاعه وكان بيهزر معايا. فليه لأ بننزل قريته ونبص عليه. ونروح زيارة ليه قرية يوسف. ونحسده برضي. احنا نبص هنا ونبص يعني لازم اللي اتنين يا شباب. فالمهم دي قرية يوسف. ربنا يبارك لك فيها يا عم ويزيدك يا عم. اللي دك يديه. يا عم. نفسي اخر. حك لك انا يوسف بعد كده. فطبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله برضو مش وحش. بالنسبة لنا انا غلبان يعني. فالمهم المستوى السابع عنده القرية مش وحش. يلا قبل ما نوصل لك يوسف اني بقى حاجة قدك. فالحمد لله في تطور كبير زي ما انتم شايفين القرية بقت حاجة جوهنمية وبازن الله بقى هيبقى فيها هجمات وهيبقى في شغل عالي بس صبر جميل. اهو الحمد لله شايفين في تقدم يا انا جنود على قد كده شغب اه اه. واهم حاجة مركز على الالكزارات اهو الالكزارات دي. زي ما انتم شايفينها. وطبعا الخزان بتاعتها بتاعت الدهب وبتاعت الالكزارات مركز على كله. هتلاقي الدفعات عندي ضمار شامل وهتلاقي عند الجدار ضمار شامل من حاجات دي لاني هقدر اجمع جلد واقدر اجمع الالكزارات. وبعد كده ادعى اسبعك كله في كلاش اوف كلام. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شي لايك سبسكرايب وتشترك في الكنال سبسكرايب يعني اشتراك. فواشوفكم من الاسبوع الجاي مع فيديو جديد مع ايسي تيوب جيمينج يلا سلام. اشتركوا في القناة